قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاسا اليوم إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم بسرعة ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك وأوضح بيتاسا الحكومة مستعدة في إطار الأجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة على الخصوص بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع حكومة ورجال ونساء التعليم موضوع الحوار الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ اليوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم وسيد رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من السيد الوزير القطاع المعني وأيضا من السيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة ووقت ما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تتير تخوفات رجال التعليم طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص تبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسمهم فالحكومة مستعدة ومنذ إذن ما قلت منذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للإشتغال بأفق من الاستماعي والحواري والإنصاطي والتشاوري من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحات لطموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم ترجمة نانسي قنقر